مساء الخير من أردن النشامة من مدينة مادبة وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بيت للكل اليوم معكم من عاصمة السياحة العربية أهلا وسهلا فيكم جميعا يعني هذه المدينة التي يصافح أو يتصافح التاريخ الغائر على مر العصور والحضارات أيضا نصافح الأحبة العرب من مصر من مصر الأهرامات ومعبد الكرنك إلى عراق الرافدين والحدائق المعلقة أما فلسطين الحبيبة فالأقصى شاهد على معجزة الإسراء والمعراج إلى مولد السيد المسيح في كنيسة مهديها أهلا وسهلا فيكم شبيها أهلا بيك يا إبراهيم وطبعا إحنا في الأردن يعني بلد الكرم والحضارة في الحقيقة يمكن بيت للكل مش فقط أنه يتنقل من بلد لأخرى ولكن أن ينقل بعينيه إليكم في كل بيوتكم العربية هذه المشاهد الجميلة الخلابة عشان تكون دعوة عندما تأتي هنا إلى الأردن أنت أمام متحف حضارة مفتوح كبير لحضارة طبعا بدرة والأنباط وتعود لأكثر من عشرة ألاف عام في مدبة اللي موجودين فيها الآن نحن نعود لأكثر من ثلاث ألاف عام فأنت تتحدث هنا عن ألاف السنين ألاف السنين بأماكن سياحية بتاريخ بديانات بحضارة وأنا قاعدة كده يعني لو بس بسيت شوية كده وكأني سأرى فلسطين وحصى موسى تبارك المكان كلها أماكن جميلة وسنسعد معكم أن ننقل بأعين بيت الكل لكم في بيوتكم العربية ونتحدث عن السياحة العربية بالتأكيد يا شافكي اللي تتحدثين بي كأنما شعر حقيقة بما أنه هذا المكان العتيق اللي في كل حجر من زوايا هذا المكان قصة وفي كل مكان تاريخ وفي كل مكان حضارة عظيمة وكبيرة قدمت ذكرتي عصى موسى وذكرتي أيضا فلسطين الحبيبة مع نسمات هذه الهواء وكنما نشم رائحة فلسطين ورائحة القدس وطيبة أهل فلسطين مأدبة التي تحمل في ثناياها الكثير من الحب وتحمل الكثير من رسائل المحبة والسلام والتآخي مدينة الفسيفساء هو التجمع واللحمة الوطنية الحقيقية لأهالي الأردن هذه صورة مصغرة من صور الأردن التي تجمع العرب أينما حلوا وحقيقة هذه البوابة المشرقة على بلداننا العربية كان على صعيد العراق وعلى مصر وعلى فلسطين وباقي البلدان العربية دائما تكون الأردن هي الحاضنة وصاحبة الحراك حتى على الأصعدة السياسية والثقافية والأدبية فليس بالغريب على هذه المدينة مدينة مأدبة أن تكون مدينة للتراث والحضارة العربية فحقيقة نبارك للأردن شعبا وقيادة بهذا المنجز الكبير وهي تستحق الأكثر نعم على بعد ثلاثين كيلو متر عن العاصمة الأردنية عمان تقع مأدبة المدينة التي تشمل العديد من الكنائس المميزة التي يعود زمنها إلى سنوات طويلة وتجمع الفسيفساء مدينة الفسيفساء السياحة العلاجية أيضا توافد السياح بشكل مستمر هذه المدينة التي ارتبطت بمسار مع السياحة العلاجية حمامات معين والبحر الميت وتوجت بعاصمة للسياحة لعام 2022 مأدبة جارة العنب هذه هي مأدبة جارة السيول والينابيع حارسة المجد والفسيفساء بيت الهواء الجبلي جارة العنب والزيتون قبل كنا نعرف المثل أهل مكة أدرى بشعابية حقيقة اليوم من خلال برنامج بيت للكل وزيارتنا للأردن ومصر وفلسطين صرنا نطلع على كثير من التفاصيل لكننا ما مهتمين بيها تلاقح الخبرات والثقافات أخذت شيء من فلسطين أخذت شيء ثاني من الأردن أخذت عن مصر حقيقة صرت خير سفير لهذه البلدان لبلد العراق ممكن اللي ما زاير هذه البلدان أو ما عنده الطلاع حقيقي عليها أو لا يوجد تسويق حقيقي للسياحة في بلداننا العربية وهذا الشيء اللي دائما نتوقف عندنا نقول هناك خلل في قضية التسويق للسياحة المناطق الأثارية المناطق الدينية السياحة العلاجية اللي موجودة في بلداننا فحقيقة من خلال هذا البرنامج هو فلاش بسيط وضوء بسيط ونافذة أمل لبلداننا العربية ومخاطبة حقيقة حتى لأصحاب القرار في بلداننا بأن نهتم كثيرا في الجانب السياحي فمواردنا الاقتصادية الحقيقية لا تعتمد فقط على ما ننتج هذا الجانب هو الجانب الأهم في السياحة وأيضا تشغيل اليد العاملة من أهيئة فنادق معينة والحرف اليدوية راح يشتغلون فكل هذه الأمور تنجمع في قضية السياحة العربية ويا رب أن نشاهد السياحة العربية في المصاف الدول الأولى خلونا اليوم في إطار التعريف بأشكال سياحية متنوعة حاضرة في هذا الجزء من عالمنا العربي ومن المملكة الأردنية الهاشمية اليوم رحلتنا إلى مدينة مأدبة السياحية والعلاجية تتمثل في المياه الكبريتية والمعدنية في منطقة معين إلى السياحة الدينية في مأدبة إلى سياحة المغامرات وغيرها من أشكال السياحة خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل عندما نتحدث عن مأدبة فإننا نتحدث عن تاريخ عن الحضارة عن الحجر عن البشر عن مدينة الفوسيفساء عن مأدبة عاصمة السياحة العربية لعام 2022 مأدبة تعتبر من أهم المحافظات السياحية الموجودة على الخارطة السياحية الأردنية بما حابا الله من موقع متميز وتباين في المناخ والتضاريس جعل من هذه المحافظة مركز الاستقرار العديد من الحضارات والتي تركت لنا تاريخا نذكره ونشاهده في كل ركن في المدينة وأطرافها ما يميز محافظة مأدبة عن باقي محافظات المملكة هو تعدد وتنوع المنتج السياحي والذي يلبّي كافة أهداف السياح كالسياحة الدينية والثقافية والعجلاجية والمغامرات وغيرها من أنواع السياحة مأدبة أصبحت محط أنظار العالم والمجموعات السياحية خصوصا بعد السيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا يوحن بولو ستاني عام 2000 واعتمد خمس مواقع حج مسيحي موقعين في محافظة عجلون ماريلياس وسيدة الجبل وثلاث مواقع على مسار مأدبة السياحي المغتس ونيبو وومكاور ونظرا لهذه الأممية الدينية والتاريخية فقد قامت وزارة السياحة مشكورة بتنفيذ العديد من المشاريع السياحية والتي أسهمت في تطوير المنتج السياحي وزيادة أعداد الزوار ومشاركة المجتمع المحلي في التنمية السياحية مأدبة تسخر بوجود العديد من المواقع السياحية لما تحويه من مواقع سياحية وأثرية متميزة وفريدة من نوعها حدث عن موقع جبل نيبو الذي يعد ثاني موقع بعد البتراء بأعداد الزوار خصوصا عام 2019 وهو أحد المواقع الحج المسيحي الذي تم اعتماده عام 2000 أيضا نتكلم عن كنيسة القديس جيورجوس أو ما تعرف بكنيسة الخارطة ويوجد فيها أقدم خارطة جغرافية فوسيفسائية تعود للقرن السادس الميلادي وتتكلم عن الأراضي المقدسة وبالتحديد سنتر هذه الكنيسة أو الخارطة في مدينة القدس أيضا نتحدث عن مركز زوار اللي احنا موجودين فيه هذا المركز كما تشاهدون يستقبل جميع المجموعات السياحية القادمة لمحافظة مادبة وهو نقطة انطلاف السياح للمواقع السياحية والأثرية وهنا يستطيع الزائر أن يحصل على كافة المعلومات ومشاهدة فيلم سياحي عن محافظة مادبة وتقديم كافة الخدمات اللازمة له تابعنا معا هذا التقرير عن مادبة عاصمة السياحة العربية رح ننتقل لاستضافتنا لأورا نتحدث فيها عن صناعة السياحة أيضا أشكال السياحة في محافظة وفي مدينة مادبة موضوع حوارنا لليوم رح يطول مع ويسعدنا أن يشرفنا أكيد في هذا الموقع رح يكون معنا الأمين العام للوزارة السياحة والأثار الدكتور عماد حجازين أهلا وسهلا دكتور عماد حجازين برحب حضرتك طبعا وهذا المكان الجميل للتاريخ والحضارة والتراث كلمنا عن مادبة كعاصمة للسياحة العربية أولا أهلا وسهلا فيكم في مادبة فرصة هي جميلة ومبادرة عظيمة فرصة جميلة نجتمع جميعا هنا ولكن المبادرة من طرف التلفزيونات في الأربع دول إن شاء الله نبني ونكبر معا نسوط معا السياحة البينية بين الدول العربية فيما يخص مادبة كعاصمة للسياحة العربية هي مبادرة منطلقة من منظم السياحة العربية وهناك معايير للتقدم لهذه التسع معايير بني تحته يتنوع المنتج السياحي الأمن السياحي المجتمع المحلي الأمن والسلامة إلى آخره ويتم تقدمنا في العام الماضي للجامعة والحمد لله كان هناك أكثر من معيار تحقق فيما يخص مادبة وفازت مادبة بهذا اللقب اللي بيشرفها أيضا لكي تكون ليس عاصمة فقط في السياحة العربية ولكن مادبة هي مدينة غنية بالتراث والتقاف وبكل مقومة سياحة بالطبيعة إلى آخره شنو أشكال السياحة اللي متواجدة في مادبة كي تكون أو تستقلب هذا العدد الكبير مادبة بالأصل بداية هي عرفت بالسياحة الثقافية والتاريخية لأنها تسمى وأطلق عليها وأخذت أيضا عن جدارة من منظمة اليونسكو العالمية مدينة الفسيفسائية فهي مشهورة بأنها تروي تاريخها من خلال لوحاتها الفسيفسائية الموجودة فيها ولكن تشكل هذه اللوحات بمجملها وتعكس فترة هامة وخاصة من الديانة المسيحية هنا ننتقل إلى النوع الثاني من السياحة والذي هو السياحة الدينية بشكل خاص المسيحية وأطلقنا في شهر أيلول سبتمبر من العام الماضي المرحلة الأولى من ضرب الحج المسيحي المسيرة الذي يبدأ من هنا من هذا الموقع ونزولا باتجاه موقع المغطسة الذي ليس ببعيد من هنا من الجانب الآخر هناك أيضا ماذا بنا نتحدث الآن كمحافظة هناك أدماع أخرى وألماط أخرى من السياحة أهمها سياحة أيضا الطبيعة والمغامرة وخاصة في الهدانة نعم أول شيء بنتشكرك لأنتنانك لوجودنا إحنا كدول أربع اليوم موجودين هون لنصور معاكم طبعا أنت بتعرف الإعلام من الملفات المشتركة والشمولية اللي بتستخدمها دائما الحكومة في تسيير السياحة في داخل الأردن أو في العالم العربي اليوم فوز مأدبة كان من ضمن الملفات التي يجب أن تستغل لكن قبل الحديث عن ذلك أريد أن أسأل كيف تم ربط مشروع مسار مأدبة مع السياحة العلاجية وجود مأدبة بالقرب من خليني أحكي أهم مصدر للسياحة العلاجية وهو البحر الميت نعم حمامات معين وحمامات معين بالطرف الآخر بالإضافة أيضا لوجود مأدبة كقصبة بنسمي احنا في التنظيم الإداري كمدينة فيما يخص السياحة الدينية لامتلاكها المقوم وما حولها من مقومات أخرى على سبيل المثال هناك موقع أم الرصاص إلى الشرط من مأدبة من المواقع الفريدة والوحيدة هناك ما يسمى ببرج الناسك برج عامودي واقف ما فيه بجزء إلا هو حاليا باقي في العالم هذا كان لنوع من التصوف الديني إلى الجنوب أيضا لدينا مكاور وهي هو الموقع أو القلعة التي تم فيها قطع رأس يحنى المعمدان النبي يحنى ولكن الربط العلاجي مجددا هذا أعطى مادبة الأهمية لقربها أيضا من العاصمة ولقربها أيضا من المطار مكنها من أن تكون تنافس أيضا ونشبس أن تكون موقعها مجادب على خط السياحة العلاجية هل هناك أي مشروع قادم لربط السياحة ما بين الأردن وبين مصر العراق وفلسطين؟ نعم فيما يخص فيه خصوصية بسياحة مع كل من هذه الدولة إذا تحدثنا عن فلسطين فهناك الربط بشكل خاص مع السياحة الدينية لأن نحن نعتبر أنه هو كتاب من فصلين فيه فصل في الأردن وفيه فصل في فلسطين فيما يخص السياحة المسيحية لأن الموقع المعمودية السيدة المسيح ويرتقي بنفس الأهمية الدينية للمواقع الموجودة عدا عن التوأم والتوأم الموجودة أيضا ومع العراق لدينا بشكل خاص السياحة العلاجية مع مصر هناك حديث كبير بالأشهر الماضية وهناك اهتمام وتوجيه من سيدي صاحب السبو ولي العهد زار جمهورية مصر التقى في خمط الرئيس السيسي وهناك حاليا ترجمة لهذا اللقاء ببرامج سياحية ستكون منها على سبيل المثال الربط ما بين السياحة الدينية المسيحية الموجودة في الأردن ودرب العائلة المقدسة الموجودة في مصر إضافة لأنواع أخرى وبرامج أخرى بشكل خاص للسياحة الأجنبية اللي بيسموها برامج مشتركة موجودة زي ما هي موجودة مع فرستين أيضا موجودة مع مصر ولكن اللي أنا كنت بحك فيه نحن بحاجة والشكر مجدداً لحضراتكم ولمؤسساتكم الإعلامية لهذه المبادرة أن نحن فعلاً بحاجة لأن نعزز المعرفة العربية من بعضنا السياحة هي أفضل وسيلة لرد الفجوات بين الشعوب هذا نتحدث عن الشعوب فما بالك إذا كنا نحن شعب واحد بلغة واحدة بأمة واحدة فهذا هو اللي نحن نتطلع وأن تنتقل أن ينتقل مشكورة بنظم السياحة العربية أن تنتقل أو ينتقل النشاط السياحي من تركزه أنا أسبوع الماضي قم في القاهرة متركز الوجود في القاهرة ربما أحياناً في شرب ولكن في مصر هناك العديد من المدن كما هو في عمان يجب أن يخرج من عمان لمادبة، لعجلون، ولأربن في تقرير رح نتابعه مع بعض من مصر الحبيبة ثم نعود لنقبل الحديث عن مأدبة الحبيبة موسيقى 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 شامخة لا تنحني كبراً صبور قادرة موسيقى كم هزمت ممالكاً وكم طوت جبابرة في كل شبر فوقها ذكرى تطل سافرة تحكي لنا تاريخ مكدن أو تقص نادرة في عام 2022 تتزين القاهرة كعاصمة للثقافة الإسلامية ولدت القاهرة الإسلامية على يد عمر بن العاص إبان الفتح الإسلامي لمصر ونثر بن العاص بذور المعمار الإسلامي بإنشاء مدينة الفستات التي أصبحت مهداً لطراث مصر الإسلامي عبر التاريخ ومع دخول الفاطميين لمصر بدأ القائد جوهر السقلي في بناء العاصمة الجديدة للدولة الفاطمية والتي حملت اسم القاهرة ورسخت شهرتها في العالم باسم المحروسة مدينة الألف مئذنة نسبة إلى مساجدها التي تجاوزت الألف رسمت القاهرة وجهها الإسلامي بعمارتها المميزة فنقشت تاريخاً وحياةاً فوق قدران المساجد وحفرت فوق أصوارها التاريخية مثل سور مجرى العيون حضارة مئات العقود ونقشت فوق أبوابها العتيقة مثل باب النصر وباب زويلة سجلات نصر القاهرة على أعدائها في شوارعها وحواريها وأزقتها لا تزال ثقافة وحضارة المسلمين حية خالدة تتنفسها في جولة بلغورية والحسين وخان الخليلي تتوضأ بسيرتها في ساحات مسجد عمرو بن العاص والجامع الأزهر والسلطان حسن هنا القاهرة التي ولدت قبل التاريخ فكتبت ملحمة للتعايش الحضاري بين الثقافات والأديان لتعزز قيم التسامح والإنسانية فمن خير من القاهرة لنحتفل بها ومعها عاصمة للثقافة الإسلامية دكتور عماد استرسلاً على ما ذكره زميلي إبراهيم يعني إحنا في عالمنا العربي عندنا كموز وأثار وللأسف عدد من أثارنا العربية في الخارج لسبب أو لآخر يعني ولكن خلينا هل في أخبار عن مسلة ميشع تفرحنا بيها بأن تعود هذه المسلة أو تبقى موجودة من جديد؟ مصارد خلينا نسميه التنقيب الأثري وتقديمه وتعريفه من البداياته إلى زمن قريب جداً جوز حالين صار كتير متقدم هذا الإشي بمصغر تم إلى حد كبير الإستغناء عن الخبرات الإجنبية ولكن إلى فترة قريبة جداً كان كله بأثات أجنبية كاملة وبالتالي كان الاكتشاف والتفسير والتقديم بحسب الرواية الأجنبية وبالتالي هذا أوجد نوع من الحاجز ما بين من المجتمع المحلي وهذا الإرث اللي هو جزء منه المفروض وهو جزء من هويته عشان هيك إحنا نطلق على المدرج الروماني هو المفروض مش مدرج روماني فناه الرومان أثناء استعماره من الأردن في تلك الفترة الزمنية وكذلك في مصر ولا في العراق للأسف هذا خليني أسميه السلوك أوجد نوع من التوجه أو من الحضور في العلاقة ما بيني أنا كمواطن والموقع الأثري أو الموقع التران لذلك لدى الغالبية مننا لا يوجد هناك جاذبية لزيارة الموقع الأثري إذا بروح على أهم موقعنا البترة عدد الزوار الأردني والعرب ما بشكل عشرة بالمية من عدد الإجمالي للزوار وبالتالي هذا من جانب وعشان هيك هناك الآلاف من القطع سواء من أردن أو من مصر أو من فلسطين والأراب موجودة بكل العواصم الأوروبية وليس فيما يخص مسلّة ميشعة بس هو يعني صعب أن أنا أقول بما أنه يعني نحن العرب لنقبل على زيارة لا بس أنا بحكين لحضرتك هلا بدي أجاوبة حضرتك أنا مش معطيها للأوروبيين ولكن اللي أنا بحكيه أنه إحنا علاقتنا مع هذا النوع تمام قصيرة جداً صحيح ولم يتوفر ولا يتوفر للآن لدينا لا المعرفة الكاملة ولا التقنيات فأنت عايز بسيط من البحث والتعليم التي تضمن سلامة مثل هذه القطع فيه لو تم استحضارها إلى الأردن ذكرت العديد من التحديات التي نطلق عليها بالإضافة بأنه يمكن واحدة من أهم يعني الأمور التي جمعتنا لليوم في بيت للكل هو تصليط الضوء على مثل هذه المواضيع لنعطي أهمية بشكل أكبر للسياحة في الأردن سواء أو حتى في باقي الدول العربية أكيد إحنا مكملين معك في لقاءنا هذا ولكن اسمح لي بأن نكون الآن في فاصل صغير ونعود لنكمل الحوار مع الأمين العام لوزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجوزين رجعين بعد الفاصل وخليكم معنا وجعنا مشاهدين لإكمال حلقتنا من بيت للكل بعد الفاصل نعود للحديث مع الدكتور حقيقة الدكتور الحديث دوشي جون عالي لكن في بعض الأحيان محزن تحدثت حضرتك عن المدرج الروماني وكثير من التفصيلات المهمة اللي موجودة في الأردن يمكن اختلاف المناطق الآثارية أو السياحية في العراق وفي مصر بتسمياتها السومرية ممكن والأكدية والبابلية والآشورية وأيضا الفراعينة اللي موجود عندهم هذا الأرث الكبير يوم أتسائل بعض الأحيان حضرتك ذكرت بعض الروايات التي سلبت العرب من كثير من التفصيلات اللي هما ينتمون إلها كما سلب الأوروبيين يمكن في علم الاجتماع كان لابن خلدون هي الريادة في نتحدث كعراقيين لكن بعدين العرب يضرب الأمثال في الدول الأوروبية يبتعد عن المصادر الحقيقية اليوم كيف ممكن أن يعود المواطن العربي بالشعور والانتماء إلى مناطق السياحية بعيدا عن المسميات التي لا يجد فيها انتماء للوطن نحن بحاجة إلى إعادة صياغة تاريخنا وما يزخر به بالمقومات كبيرة سواء محلية أو مشتركة لأنه مثل ما تحدثنا قبل قليل التاريخ والحضارة مشتركة نتحدث عن منطقة بأكملها كانت في مرحلة من الزمن تاريخ واحد وماذا يعني العالية المقسبة ولكن الشعوب ما زال انتماءها وتوجهها واحد أنا باعتقاد الشخصي أهم قرار نعود به إلى المدارس إلى مناهج التعليمية إذا تفحصنا الآن ما تحتويه المناهج التعليمية في المدارس للأسف سنجد الفقر المتقع رح نستأذنك رح نخرج بتقرير مشاهدين تقرير من فلسطين عن التوأمة ما بين مدينة بيت لحم ومدينة مأدبة من الناحية القدسية للمدينتين عن المسيحيين تقرير من فلسطين ابقوا معنا بيت لحم ومادبة ارتباط الروح بالجسد في كل منهما ثمت بشارات ومعجزات وعلى ضفتي النهر المقدس تجلت المعجزات وباح سفر الإيمان بكل مكنوناته وقال بهذا الرباط الذي أذن لهذه التوأمة أن تكون وتتعالى فوق كافة الاعتبارات حتى أن نوازع الغزاة ومطامعهم تلاشت أمام وحدة الرأي والموقف والمصير وتواصلت أواصر الرباط حتى يومنا الحاضر وستبقى واقعا معاشا ما دامت دهر وما دامت الحياة مدينتان أيقونتان حفظتا عن ظهر قلب رواية السماء من مادبة إلى بيت لحم تبدأ رحلة الحج المقدسة لدى إخوتنا المسيحيين فيمجد الرب في عليائه من المغطس مطهر الأبدان من الخطايا ومن جبل نيبو ليضيء المؤمنون شمعة في مهدي عيسى عليه السلام حيث انطلق النور من المغارة العتيقة للبشرية جمعاء وليمتد هذا الرابط بين مدينتين بل بين شعبين وما أصلا توأمان منذ فجر التاريخ مادبة عريقة في صناعة الفسيفساء حتى أن اسمها اقترن بهذا الفن الصوري الذي زين الكنائس والأديرة اليونانية واللاتينية والأرثوذكسية والأرمانية وغيرها في بيت لحم وما زالت علامتها ظاهرة في معجزة الحليب والمهد تروي رحلة العائلة المقدسة لتباهي مادبة سائر المدن الأخرى أن في كنائسها أقدم خريطة أصلية من الفسيفساء للأرض المقدسة وتشكل مدينة القدس مركزا لها إذن ارتباط المدينتين صورة تحاكي واقع الشعبين الفلسطيني والأردني حيث الدم الذي يسري في هذا الجسد الواحد يحمل رواية الله الخالدة منذ ما قبل التاريخ وحتى يقضي الله أمرا كان مفعولا يمكن حضراتكم وإحنا موجودين هنا في مدبة وقاعدين بنتفرج على هذا الجمال السياحي والتراثي والديني بتحضرني هنا دكتور عماد أيضا شيء مهم أو يوهو التوأمة يعني مثلا وإحنا دخلين على المنطقة هنا وأنا قرأت كده عيون موسى فطبعا على طول خيالي كمان لازم يروح لعيون موسى الموجودة في مصر نفس الوقت هناك عيون موسى وهذه العلاجة الكبريتية الموجودة بين الأردن وفلسطين وأيضا موجودة في مصر نفس الشيء هذه الكنيسة الجميلة والزائرين تحضرنا أيضا التوأمة بينها وبين بيت لحم واللي كان أيضا لبيت للكل نفس الزيارة أنا سعيدة أن بيت للكل هو يعني بقى أداة الوصل بين أيضا هذه الأماكن المقدسة الجميلة وأذكر تماما أبونا إبراهيم في بيت لحم وهنا وأنا بالتقي أيضا بأبونا فحسيت هذه التوأمة الجميلة وكأنه خلاص إحنا أسرة واحدة يعني ما بين فلسطين ما بين الأردن ما بين مصر هذه الأسرة إلى أي مدى نقدر نزيد من هذا الترابط ونقيم أيضا عليه يعني مشروعات تسويقية جيدة أكيد من خلال السياحة السياحة هي أفضل رابط يعيد ويعزز هذا الترابط في جانب السياحة الدينية أكيد ولكن هناك أيضا جوالب أخرى لازم يشتغل عليها أساس لا أرى صدقا أي وسيلة أفضل من السياحة أكيد من خلال الإعلام لكن السياحة كمنتج سيكون جاذب لماذا لا تكون الأردن أو فلسطين أو العراق وجهة سياحية عربية مميزة في كل عام ويكون عدد الأردنيين للعراق وعدد العراقيين إلى الأردن والمصريين إلى الأردن السياحة هي الرابط الذي سيعزز هذا الوجود العربي أيضا ويقدم لأنه ربما هناك دعيني أقول نوع من الضبابية أحيانا في الرواية الإختلاط الزيارة كما نقول بالإنجليزية المشاهدة هي الأفضل للتحقق واللوقوف على واحد نحتاج إلى ترويج عن الأماكن ترويج أكثر من خلال الإعلام نحن للأسف ما زلنا نعاني لليوم ليس فقط من النزاعات الداخلية ومن النزاعات في الجوار ربما هذا هو التحدي الأكبر نحن بحاجة لأن نوقف هذا النزيف للأسف دكتور عند الحديث أيضا عن أشكال السياحة نتحدث عن الدينية نتحدث عن سياحة الأثار أيضا هناك أنواع سياحة نتحدث عن المغامرة مثلا سياحة المغامرة والعديد العديد أعتقد في كل دولة من هذه الدول يوجد أنواع السياحة اليوم سنتحدث أيضا عن حمامات معين وعندما نذكر حمامات معين والسياحة الإلاجية أيضا نستفكر البحر الميت وغيرها من المواقع التي يعني تعد مركز مهم عند السياحة لزيارتها حمامات معين نتحدث عنها أيضا وبالإضافة إلى ذلك ما أهمية أيضا دورنا في ترويج السياحة الإلاجية تحديدا حول العالم نحن في الأردن صدقا كنا قد وصلنا إلى درجة كبيرة ومتقدمة في سياحة الإلاجية تراجعنا لأسباب نحن لسنا في صدد ذكرها الآن لماذا كان هذا التراجع ولكن الآن هناك عمل وهناك توجيه من جلالة الملك على إعادة بث الروح في هذا المنتج الهام والذي يربط العديد من القطاعات مع بعضها السياحة الإلاجية هي أيضا مورد اقتصادي هام وكما هي السياحة الثقافية تحدث حضرتك عن معين ولكن إذا أذهب إلى الينابيع المياه الساخنة في الأردن أبدأ من الحمى في الشمال وأنتهي بالعفرة وبربيطة في الطفيلة والسكون الطبيعة في رم هناك العديد والعلاج ليس فقط العلاج الطبي والعمليات الجراحية هناك علاج نفسي وهناك علاج روحاني هناك استشفاء وهنا مجرد إذن كل هذه الأمور دكتور أدرنا المقاطعة أيضا هذه المياه الكبريتية ممكن موجودة عندنا في مدينة الموصل في الحدباء في هذه المدينة الأشورية أيضا بالإضافة إلى القاهرة للاستشفاء بالمياه الكبريتية وهذا المشهد الذي حضرتك وصفتك إنما ترسم لنا لوحة من الأردن ونحن نتواجد في معدبة راح أخذك إلى استسمحك لغاء قصيرة التوزم للمشاهدين إلى تقرير عن معين وبعدها نكون متواصلة مدينة تناعين المنتجة اليأحنا فيه في داخل مدينة معين هو منتجة فريد من نوعه ويعدى من ابرز المناطق السياحة العلاجية في العالم لان فيعتمد سياحة علاجية ماسوق الترفيهية وكان قديما يستخدم هذا المنتجة على عبر الزمان قبل منتجة هي ابتدأ الشلالات الطبيعية فقط كانوا يتعالجوا فيها أمراض الصدفية وأمراض الروماتيزم أمراض العظام وكان متعارف عليه وحسب الوقت الحالي يعاد منتجة معين من المنتجة الفريد من نوعه بتسويق عالمي صار على هذا المنتج المياه الموجودة داخل حماة معين هي تعاد على أكثر من عناصر طبيعية منها الكالسيم والسوديوم ثاني يكسير الكربون هاي كلاتها المعادن بتعالجك يعني أمراض العوماتزم أمراض الصدفية أمراض حتى التدخين كناس بتعالي من الموضوع التدخين لكن النسبة الأكسجين هنا عالي جداً ثاني يكسير الكربون بيساعد هذا الحكي في الاستشفاء كل المنتجة بضم ثلاث مناطق المنطقة الأولى هي منطقة الشلالة الطبيعية لأنه يستطيع أن خارج الأثيال حتى لو مكان نزيل يستخدم هاي الشلالات طبعاً الشلالات الموجودة في المنطقة العامة هي إلى أكثر من درجة متفاوتة حسب عمر الشلال عندك شلال للعائلات في شلال السيدات المحجبات في شلالين كبار وفي شلال يجيب تم إنشاؤه المنطقة الثانية هي منطقة الفندق منطقة الفندق بالضم عندك البركة الثيرما اللي هي خلفي مباشرة وهي البركة الوحيدة في العالم اللي هي لا تدمت معالجتها لأنها هي مياها كبريتية وبتنقي حالها من نفسها طبعاً يضب اللوتية تقريباً مئة غرفة المنطقة الثالثة هي منطقة الإصباع منطقة المركز الطبيعي وهذا الإصباع حصل على أحسن إصباع عم السوى العالم في 2015 وكان في 2019 مرشح مرة ثانية لأخذ أحسن إصباع في العالم وجاءنا مشاهدينا بعد ما تابعنا هذا التقرير المميز عن معين حقيقة هذه القصص والروايات التي يجب على الآخرين نتعرف على حضارات البلدان الأخرى ونتعرف على كثير من التفصيلات المهمة كي تكون سجل وتوثيق للتاريخ المهم لبلداننا العربية دكتور من خلال حديثك نحتاج يعني من خلال كل الأحاديث اللي دارت بين زملاء وبين حضرتك نحتاج خطط للمستقبل تكون خطط خمسية خطط عشرية بما أنه هذه الأراضي المهمة اللي عندنا كبلدان عربية والآثار والحضارات القديمة اللي ما يمتلك الغرب ربع حضارتنا أن كان على صعيد القاهرة وأن كان على صعيد العراق الأردن فلسطين كيف اليوم يمكن أن نجسد هذه الخطط المستقبلية؟ نحن في وزارة سيحة التقمة في نهاية الواحد وعشرين استراتيجية العمل للقطاع وليس للوزارة واحد وعشرين وخمس وعشرين تضمنت خمس محاور تطوير منتج تسويق الموارد البشرية إدارة وحماية التراث للخمسية والإصلاحات المطلوبة للقطاع تبعها لاحقاً ما سمي أو ما يتعارف عليه أنه بالأردن الورش الإقصادية التي دعا إليها جلالة الملك في الدول الملكي والتي سيطلقها قريباً يطلق مخرجاتها هذه الخطة تكمل ما بدان إليه وحتى عام ثلاث وثلاثين ولكن نحن الآن لدينا من الآن لخمس وعشرين خطة واضحة مربوطة ببرامج عمل بمخصصات مالية بمؤشرات أدارة أشكركم هذه المبادرة عظيمة جداً إن شاء الله يتحقق هذا الحلم لا إحنا عرب يعني إحنا العرب جايين علشان نبقى جمب السياحة كلنا بإذن الله شكراً جزيلاً شكراً لك عدنا إليكم بعد هذا الفاصل بحلقة خاصة جداً من مدينة الفوسيفساء مادبة مستمرين بالحديث عن صناعة السياحة وأهمية الاستثمار أيضاً في القطاع السياحي يسعدنا أن يكون معنا أيضاً في استضافتنا التالية لليوم معنا في الموقع رئيس جمعية تطوير السياحة والحفاظ على التراث في محافظة مادبة السيد سامر إطوال وأيضاً عضو جمعية تطوير السياحة والحفاظ على التراث هاشم الشوبكي أهلاً وسهلاً ونورتونا أهلاً وسهلاً في أخو شرفتونا في مادبة شرفتونا في منطقة جبل نيو وأهلاً وسهلاً فيكم جديد أهلاً وسهلاً وبما أننا مع هذه الجمعية المعنية جداً بتطوير السياحة وأسعيدة على حظنا في عدد من السائحين الحمد متوفدين على الكنيسة وعلى مادبة كلمونا عن الأفكار ما هي الأفكار لهذا التطوير أو الأفكار الحديثة يعني أول شيء جديد أهلاً وسهلاً فيكم في مادبة أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً نرحب فيكم برنامجنا بيت للكل طبعاً شرف إننا وجودكم معنا والسعام الموجود بين فلسطين ومصر والأوروبين والعراق كنا مع بعض مبسوطين جداً وجودنا هون معكم هذا شو قلنا؟ تسويق مدينة مادبة سياحياً وهذا هدفنا مشاريعنا كثيرة مطالباتنا كثيرة لكن الحمد لله إحنا بعد الكوفيد بعد الكورونا هاي الفترة العصيبة اللي مرت عم كل الدول العربية والعالم أجمع من الأوردن اللي قاعد بتعاف شوي شوي من قطاع السياح خاصة زي ما راحطوا عنا وجود مجموعات سياحية خاصة من أميركا وسبانيا وفرنسا وإيطاليا بهاي الأيام عمنا زخم كمان من الكحاد الأوروبي بشكل عام ومشاريعنا لقدام إحنا إن شاء الله نستمر بتسويق ملياتنا وجلب أكبر عدد من السواح وإطالة إقامة الزائر عنا في مادبة مادبة القطاع الخاص هو الأساس بشكل عام كي يتراعون مشترك بيننا وبين وزارة السياحة والحكومة بشكل خاص طبعا مطالبنا كثيرة نطلب دائماً الزيادة مشان نحقق قلمة فيها البدنية من هذا القطاع إن شاء الله أستاذ هاشم أيضاً نتحدث اليوم هناك ثالث سياحي مهم هذه المنطقة مادبة بالإضافة إلى البحر والمغطس كل هذه العوالم المهمة بالنسبة لمنطقة مادبة هي تعطي دافع كبير للسياحة طبعاً ما هي خططكم المستقبلية لتأكيد هذا الثالوث المهم بالثالوث السياحي؟ إحنا هنا هدفنا الاستثمار في المجتمع المحلي مادبة هي عاصمة السياحة العربية بشكل خاص تمتاز بالفسيفساء فإحنا فيه عندنا برامج متعددة لتنمية الفوسيفساء كحرفة وطنية حرفة محلية بالأخص في مدينة مادبة إحنا حالياً هذا اللي بنشتغل عليه من قبل الجاحة للأسف الجاحة جاءت علينا أثرت علينا شوي بس الحمد لله إحنا نتعافى بشكل سريع تعاون موجود تشاركية ما بين القطاع الخاص والقطاع العام زي ما أشاد فيها جلال السيدنا أنه لازم يكون فيه تشاركية إحنا شغالين على هذا النهج عندنا خطط مستقبلية كبيرة في توسعة الناتج المحلي ودعم المجتمعات المحلية في مدينة مادبة بالأخص في موضوع الفوسيفساء طبعاً زي ما تشايفين إحنا موجودين في كريسة جبل نيبو المنطقة كلها تعتمد بشكل خاص على الفوسيفساء كحرفة فأين ما بتروح في أي بيت في أي منطقة أو في أي معلم سياحي يوجد هناك في سيفساء وإحنا بنشتغل على هذا الموضوع إنه نكبره بالضبط ونشتغل والكل يكون إنه دور في هذا الموضوع سواء القطاع العام أو الخاص نعم التنوع السياحي في مأدبة بعطيها ميزات كثيرة ومختلفة خصوصاً بعد ما فضلت التعافي السياحي الآن كيف لكم أنتم كأبناء هذه المدينة الجميلة التي يأتي عليها سياح أجانب أن تخدموا هذه المدينة أو تروجوا وتسوقوا للعالم تحديداً العربي يعني طبعاً إحنا بشكل خاص كمدينة مأدبة بنعتمد على السياحة الوافدة السياحة الوافدة عندنا زي ما تفضل أخونا أبو رشيد أعداد زخمة من السياحة الأمريكية من اتحاد الأوروبي إسبانيا إيطاليا وفرنسا بيجو باستمرارية طبعاً الأشهر المقبلة إن شاء الله سيكون فيه زخمة أكثر من السياحة الأوروبية سيد سامر إحنا متحدث اليوم عن مدينة ماذبة تحديداً في الأردن ولكن عندما تحدث عن السياحة العربية وهو الهدف أيضاً الأساسي الذي نسعى له من خلال بيت للكلب المشاركة العربية لموجودة التحديات التي تواجهها السياحة العربية تحديداً في الوقت الحالي ما هي؟ وما هي أيضاً الطرق التفادي هذه التحديات والوصول إلى الغاية الأهم هو السياحة العربية وترويج السياحة العربية؟ هذا موضوع كبير شوية تحس الفيزة مرات عندنا مشاكل هذه الفيزة لازم تكون مفيش حدود يعني مفيش حدود مشكلة إذا الوفد يأتي عندنا من مصر يلاقي مشكلة بالفيزة عندنا الوفد مثلاً من الضف الغربيين من فلسطين يقطع الجلسة رينام الليلة في معدبة برضو منلاقي مشكلة أخوان العراقيين برضو مشكلة بالنسبة للفيزة ووضاع السياسية مش مستقرهم إحنا عندما تستقر لوضاع شوية الأمور كلها تفتح على الجميع يعني إحنا مثلاً من أهم مشاريعنا حاولنا نعمل مادبة ترانزيت اللي هو سياحة ترانزيت اللي بيطلع مثلاً من الضف الغربيين من فلسطين بيطلعوا على أوروبا على أميركا على كمان بيطلعوا من جسر قريب علينا 15 كيلو نعموا ليلة في مادبة عنا عنا في مادبة 106 منشآت سياحية عنا 19 فندق في مادبة عنا 26 مطعم سياحي في مادبة عنا 56 دليل سياحي متخصصين بيحكوا سبع لغات كمان في مادبة القرار العربي طبعاً فمادبة كبنية تحتية لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار إحنا جاهزين والحمد الله بالنسبة للسياحة اللي حكينا عنها عنا أكثر من نوع السياحة اللي هي سياحة المغامرة سياحة الحج هذه أهم إشي سياحة الدينية لأنه خداثة البابا جزار مادبة في مادبة زاروا آخر 20 سنين مرتين وأعلن مادبة وأعلن جبن نيبو ومنطقة الكاور والمغطسي مناطق الحج المسيحي والحج المسيحي هي أكبر سياحة موجودة عندنا على الكرة الأرضية فمادبة نتوقع أنه نقرح السلطة منها بدعم ودعمكم وهذا الدعاية اللي بتعملونا إياها الآن إنه إحنا كجمعية إحنا كجطاع خاص هذا الموضوع برجع للحكومات للأسف لسه مفيش الفكرة هاي إنه يفتحوا الحدود بين بعض بشان الكل يشتغل لسه في عندنا القيود والشروف والمسال الأمنية اللي بتصير طائما منوعة لهذا إن شاء الله لقدام نتأمل كمان ونتأمل كمان بالحج القبطي من مصر عندنا الأقضاء حوالي عشرة مليون بمصر وكلهم حابين يزوروا المقتص كلهم حابين يعملوا إعادة نظور العماد هاي من أهم البرامج السياحية المقترحة وإن شاء الله رح تكون مع البابا الأقضاء من مصر سيكون فيه تعاون وإن شاء الله نقدر نفتحها ونجيد الأعباء وحنا نطلع عسانتا كاتيرين ونطلع نزور كل محل في مصر يا رب إن شاء الله حضرتك أستاذ سامر ذكرت قضية قضية مثل ما ذكر إبراهيم عن الفيز والدخول وصعوبة زيارة المناطق الأثارية الموجودة ممكن في القاهرة أو في العراق أو في فلسطين من خلال عدسة البرنامج وبرنامج بيت للكر سأخذكم إلى جولة مميزة يواد الرافدين إلى العراق ووجود كثير من المعالم السياحية من الشمال في شمال العراق الحبيب بالإضافة إلى زقورة أور في مدينة الذقار ومهد النبي إبراهيم عليه السلام وزيارة الباب الباتيكان كان هو الحضور الأبرز لأخوتنا المسيحيين في هذه الزيارة بالإضافة إلى السياحة الدينية الموجودة في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وباقي المناطق الموجودة في كل محافظاتنا العراقية خلينا نكون في هذه الجولة السياحية من العراق بعدها نكون متواصلين في العراق وبأغلب المحافظات هناك معالم سياحية كثيرة ومختلفة ففي شماله تكثر المصائف السياحية وسط الجبال والشلالات المائية أجواء رائعة خصوصا في فصل الصيف وفي وسط بلاد الرافدين هي عاصمة السلام بغداد الثقافة والحضارة فيها شارع المتنبي وشارع الرشيد والمدرسة المستنصرية وغيرها من المواقع الأثرية والثقافية هناك عدد كبير من المواقع الأثرية والتراثية والمتحف العراقي والمتاحف الأخرى المتحف العراقي الآن هو مفتوح أبواب أمام الجمهور لغرض مشاهدة الآثار والتمتع بالسياحة الأثرية داخل هذا المتحف العراقي الكبير الذي يضم بين ثنائح حوالي أكثر من 24 قاعة تنظم أكثر من 9000 قطع أثرية مختلفة تعود إلى حضارات عصور ما قبل التاريخ والحضارة البابلية والأشورية والأكدية والإسلامية والحضارية ننتقل إلى آثار بابل التي بنيت قبل آلاف السنين وتعد من أهم الأماكن السياحية والزقورة أور نكهة مميزة للزائرين الأجانب في سياحتهم بالعراق أما أهوار الجنوب لا يجد السائح مثيلا لها قط السياحة الدينية في بلاد الرافدين تختلف وتتميز أيضا فالمراقد المقدسة لها طقوس خاصة لا يعرفها إلا من جرب زيارتها كم هائل وكبير من المعالم السياحية العراقية وخصوصا المواقع الآثارية والمواقع التراثية ولدينا التراث الشعبي لدينا التراث المرئي لدينا التراث الملموس الآن لدينا تعاون وعمل مشترك بين هيئة السياحة وبين هيئة الآثار والتراث لتسليمنا جميع المواقع الآثارية المكتملة من الجوانب الفنية والتنقيبية بالتالي نأخذ نحن على عتقنا كهيئة السياحة نضع التصاميم والمخططات بالقرب من المواقع الآثارية فيما يتعلق بأماكن السراحة خدمات للسياح تتعدد المعالم السياحية في العراق وتختلف لدرجة التميز فهناك المعالم السياحية الطبيعية ومثلها الآثارية فضلاً عن الدينية ما يجعل بلاد الرافدين قبلة للباحثين عن أجواء فريدة وقصص مميزة في سجلات حياتهم لبرنامج بيت للكل ياسر عامر بغداد من العراق حيث هذا التقرير الجميل تتأكد تماماً بأن منطقتنا العربية وتحديداً هذه المنطقة مهد الحضرات والديانات فهتلاقوا على طول كمية التقارب بين هذه الدول يبقى فقط أنه مش نعرض بس في بيت الكل ويبقى أيضاً مجهود مواطننا العربي في الزيارة خليني أرجع وسؤال حضرتك وأسألك وأقول العديد من المواطنين في الشارع العربي بشكل عام لا يعرفون مقدبة يعني بشكل كبير ربما طبعاً الجميع يعرف عمان يعرف البتول ولكن مقدبة تحديداً رغم كل هذا الجمال اللي ذكر وهي جاهزة تماماً للسياحة العربية وأجنبية ولكن هناك تقصير هل هو تقصير في التعليم إن إحنا ممتكلمش كتير الطلبة مميجوش تقصير أيضاً في معلومات عامة في الدول العربية في شركات سياحة لماذا لا نعرف نحن في الشارع العربي الكثير عن مقدة؟ طبعاً شكراً على السؤال أو تقصير ربما مننا إن إحنا لا نقرأ كثيراً نعم أحسنت نعم أحسنت هاي اللي كنت أتطرق له إحنا مشكلتنا ثقافتنا السياحية كعرب في بلداننا غير يعني فقيرة جداً ما من الثقف عن بلداننا كسياحة من جديد لاحظنا أنه في بعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بلشوا يتطرقوا له هاي المواضيع وبلشوا يثقفوا الناس عن طريق متابعينهم بلشوا يأخذوا متابعين يثقفوهم بالسياحة الداخلية والمعالم الأثرية والتاريخية الموجودة في بلداننا لاحظت هاي الشغلة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في ناشطين اجتهدوا مجهودهم الشخصي وعلى حسابهم الشخصي إنهم يوعوا الشارع العربي بالمعلم الأثري الموجود في بلداننا سواء في الأردن في فلسطين في العراق في مصر عنا وجهة سياحية زخمة الرهاية المدرسية عنا أو من فلسطين أو من العراق تلك المصر بيأخذوا الأولاد على حديقة الحيوان ثلاث رحلات بيستينا على حديقة الحيوان بيأخذواهم مش على المناطق الأثرية يزوروا المتحف في المصر يزوروا المتحف العراقية يزوروا المواقع الأثرية هو الأساس التربية والنشأة عنا هالطلاب المدارس هم الأساس اللي بكونوا عندهم ثقافة في عنا ناس من أردن بيعرف مدن بتركيا كما بعرف أنها بالأردن يعني صحيح فعليا خلال فترة كورونا كمان قدي صار بسبب وجودنا في الداخل المملكة تحديدا أعتقد كل البلدان تشاركت في هذا الموضوع بأننا وصرنا نعرف أكثر عن المواقع ونسمع عنها ما كنا سامعين عنها من قبل وحتى اكتشاف المواقع صار ومعنا نتحبس بسبب ليش كورونا ونعرف نعرف الله يعيد كورونا أكيد نعم وأنتم أبناء هذه المدينة الجميلة ما هي الأحلام والأمنيات؟ الأحلام والأمنيات كثيرة لكن واحدة منها لازم تكون نحافظ على إرثنا الموجود في هذه المدينة ونحافظ على طابعها ونسيجها الوطني هذه المدينة مر عليها حضرات وثقافات طويلة نعم نتمنى أن نحافظ على هذا النسيج الوطني الموجود وأهم شيء أهم شيء ندير بالنا عليها بنظافتها أكيد سواء زوارها المحليين أو الغير محليين من المحافظات الأخرى لما يجوا على هذه المناطق الحلوة يحافظوا على نظافتها وظلها نظيفة تعالوا وقعدوا وشموا هوا نظفوا وراك وروحوا المكان كثير حلو ونتمنى أن نحافظ عليه وظل نظيف بس نقول يا مادبا بنت الطموح عزت عليها رجالها مادبا عمرها ثلاث تلاف سنة قول المرة ذكرت بمسلة ميشع ملك مؤاط قبل ثلاث تلاف سنة ونسميت مي دابا المياه العدل والاسم لغاية هذا اليوم عمره ثلاث تلاف سنة من الحضارات المؤابية إلى الحضارة اليونانية إلى الحضارة الرومانية إلى الحضارة النبطية البترق غسط لهون الحضارة البيزنطية والحضارة الإسلامية حتى الصليبيين قاعدوا عندنا هون 200 سنة وكل هاي الحضارات في عندنا إرث تاريخ كبير حتى الحضارة البابلية ذكرت هذه الموافع والبابلية طبعا طبعا أكيد فإحنا المساعين والمسلمين عائلة واحدة هم يشير بالنسبة لنا ونفتخر تيكي مديدة مادبة مادبة تملك الجامعة الوحيد اللي اسمه عيسى بن مريم جامع إيسى بن مريم اللي مندق الجرس الكنيسة في حالة وفاة المسلم وعلى المسلمين وعزوا على المسيحيين وعلى كل لياتنا عين لوحدة عبا التآخي والمحبة بين المسيحيين والمسلمين في مدينة مادبة وشرف إبنا وإيش نعتز فيه في مدينة مادبة وإن شاء الله خلال شهرين نكون بكتاب جنس تعريف وتسويق لمدينة مادبة شكرا جزيلا لإلك سيد سامر طوال على كل المعلومات وكل الحديث اللي جدا استمتعنا في وجودك معنا اليوم أيضا شكرا لإلك سيد هاشم الشوبكي أيضا إن شاء الله أنه يكون دائما هناك فيه تصليط ضوء على السياحة سواء كان فيه مدينة مادبة أو فيه كل محافظات مملكتنا الحبيبة وأيضا فيه جميع الدول العربية شكرا على وجودكم اليوم شكرا لحضراتكم ونورتونا في برنامج بيت للكل وأسعدتونا حقيقة بكل الكلمات التي لامست شغاف قلوبنا كعرب وأخوة وشركاء نورتونا وأيضا في مسك تام هذه الحلقة أشكر زملائي إبراهيم وزميلتي شافك المنيري وأيضا زميلتي سندس على هذه الرفقة المميزة لهذه الحلقة وكنا في مدينة مادبة حقيقة أخذ من كلام الأساتذة الفوسيفساء الأجمل في هذه المناطق أو في الأردن عموما هي الخليط وهذا الخليط المتماسك بين أبناء الشعب الواحد بين الأخوة المسيحيين بين الطوائف والقوميات والأقليات هذه قوة البلدان تجتمع بشركاء الوطن فهذه الصورة الأجمل التي نقلناها اليوم من خلال برنامجنا وبعيدا عن تحدث عن الثقافة والحضارة فنحن العرب أصحاب الحضارة وأصحاب الثقافة وأصحاب الكتابة وأصحاب القانون فإن شاء الله إلى ملتقى آخر في برنامج بيت للكل من دولة أخرى في أمان الله شكرا 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 شكرا